بعد مرور أكثر من 15 عاماً على هجمات 11 سبتمبر لعام 2001 وأكثر من 5 سنوات على وفاة أسامة بن لادن العقل المدبر للهجمات الشهيرة أين هو تنظيم القاعدة الآن؟ التنظيم الأشهر الذي لم يعد يقوم بأعمال إرهابية واسعة نطاق هل لا يزال موجوداً؟ نعم بالتأكيد ما تزال موجوداً موجود الأمين العام لها وهو أي من الظواهر خليفة أسامة بن لادن موجود نائب الأمين العام وهو أحمد أبو الخير موجود هؤلاء في الحدود الباكستانية الأفغانية ويمارسون تنسيقهم مع بقايا فروع القاعدة سواء كان في شبه جزيرة العربية أو في دول المغرب العربي أو في أفريقيا أو في اليمن تأسس تنظيم القاعدة في عام 1987 على يد عبدالله عزام وتلميذه أسامة بن لادن بعد تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في عام 1998 ذا عاصيت التنظيم في العالم وبدأت أصابع الاتهام تشير إلى القاعدة ومن بعدها توالت الهجمات في أرجاء العالم ابتداء من كازابلانكا في المغرب مروراً بالعاصمة الإسبانية مدريد وصولاً إلى لندن في عام 2005 وأخيراً الهجوم على جريدة شرلي إبدو في باريس والذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه من خلال شريط فيديو مصور بعد هجوم 11 سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لعزم على تدمير التنظيم وبدأت بالتدخل العسكري في أفغانستان السيد قيس العزاوي سفر العراق السابق لجامعة الدول العربية يفسر قائلاً العدل الأساسي للقاعدة هو داعش لأن خرج عن سيطرتها ولكن ما ينبغي أن نعلم أن داعش أو النصرة أو حتى التنظيمات الإرهابية الأخرى واكو حرام أو كل التنظيمات الأخرى تسترشد بما يقوله أسامة بن لادن هذا معناه وحتى البغدادي يصرحون بتعاليم أسامة بن لادن يختلفون من الظواهر ولكنهم يتفقون مع الأب الروحي للقاعدة بعد وفاة بن لادن تولى أيمن الظواهر زمام الأمور بداخل التنظيم وبدأ التنظيم في إطلاق تصريحات من فترة إلى أخرى دون المشاركة الفعلية في أي عمل إرهابي وبذلك استقل تنظيم داعش عن تنظيم القاعدة وتلاهو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد المغرب إذ أعلنت هذه التنظيمات استقلالها عن القاعدة وولاءها لزعمائها